أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة النهاردة هنعرف أنواع الريتينر أو مثبت الوضع ما بعد تقويم الأسنان وهنعرف فوائده وكله إن شاء الله بالصور التوضيحية بالنسبة للريتينر ناس بتسأل ليه فايدته أو ليه ألبسه بعد ما أعمل التقويم لمدة 6 شهور أو سنة أو سنة ونص طبعاً بعد التقويم الأسنان بتبقى الأربطة بتاعتها في حالة اضطراب والعظم لسه ما استقرش فطبعاً بعد عملية التقويم ممكن يرجع وضع الأسنان تطلخبط تاني لو كان فيها كراودينج أو لو كانت متراكبة أو لو كان فيه دياستما أو فلجة الأسنان وقفلنها للأسف ممكن ترجع تفتح تاني لو إحنا ملتزمناش بالريتينر أو مثبت الأسنان ما بعد التقويم طيب أنواع المثبت ده إيه؟ في منه 3 أنواع النوع طبعاً الأكثر شيوعاً حالياً هو النوع الشفاف زي ما انتوا شايفين فيه الصور ممكن للأسنان العلوية أو الأسنان السفلية على حسب التقويم بيبقى شفاف بيتشال بعد الأكل ممكن يتنظف ويتحط تاني هو ده الأكثر شيوعاً حالياً تاني نوع هو الريتينر أو المثبت الفيكست أو الثابت ده بيتلزق في الأسنان من الجهة الداخلية المواجهة لللسان ما بيبقاش باين بالنسبة للناس وبيبقى عبارة عن سلك متثبت بكمبوزيت طبعاً المريض لازم يهتم بالنظافة كويس جداً في المنطقة ديت لأنه ممكن يراكم طبقات جير وبلاك ويعمل لي رائحة فم كريهة ويسوس الأسنان فبيبقى محتاج رعاية واهتمام وده طبعاً مش بيتشال بواسطة المريض ولكن ده بيبقى ثابت لو حصل فيه أي كسور أي جزء من السلك تفك طبعاً المريض بيتوجه على طول لطبيب التقويم علشان يصلح السلك أو يلزقه مرة أخرى عشان برضو الأسنان ما تبتديش تتحرك من مكانها النوع الثالث هو بدأ يقل شوية استخدامه هو الريتينر أو الريتينر اللي بيتشال وبيتحط بعد كل وجبة المريض يقدر ينضفه ويحطه تاني هو بيبقى معمول من الأكريليك ريزن تقريباً شبه المادة اللي بيتعامل منها تركيبات الأسنان المتحركة أو قطقم الأسنان وبيبقى عليه واير أو هولي ريتينر ده بيتسمى هولي ريتينر أو الواير هو اللي بيثبت وضع الأسنان طبعاً محتاج رعاية واهتمام لأنه برضو ممكن يعمل لي رائحة فم كريهة يعمل لي تراكم للجير مع الإهمال شوية في النظافة دول كانوا التلات أنواع بتوع ريتينر أو مثبت التقويم أو مثبت وضع الأسنان ما بعد التقويم ولابد طبعاً أن احنا نلتزم بالمدة اللي بيقول عليها الطبيب علشان الأسنان ما يحصل لهاش ريلابس أو ترجع للوضع الأول قبل التقويم في آخر الحلقة هيظهر معاكم فيديوهات مقترحة لكل ما يخص تقويم الأسنان ولو في حد عنده أي سؤال مش بس في مجال تقويم الأسنان ولكن في مجال طب الفم والأسنان والفكين بصفة عامة بيتفضل في التعليقات برد على كل أسئلتكم ومستشاراتكم الطبية ما تنسوش الإعجاب واللايك للفيديو ومشاركته مع الآخرين مش أطول عليكم بتمنى لكم يوم سعيد واشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله